طبعاً زي ما سمعنا من زماننا كريم أحمد عن تفاصيل تدريبات تفاريق النادي الأهلي والاستعداد ده للمرحلة القادمة عايز أكد لكم كمان نقطة مهمة جداً ودي متعلقة بجمهور النادي الأهلي بداية الموسم مباراتين حاسمتين بالنسبة للجهاز الفن واللعابين في المشوار الأفريقي مبارات تاون شاب هنا في برج العرف في الأسكندرية يوم 17 سبعة وبعدها بعشرة أيام على طول مبارات بتسوانا ست نقاط عايحطوك في المجموعة بشكل جيد جداً تعادلك مع الترجي في المباراة الأولى وقصرتك أمام كامبالا سيتي في أوغندا وضعيتك أنك في مرحلة لازم تفوز بالجولة الثالثة والجولة الرابعة إذن الجهاز الفني في بداية مشواره مع النادي الأهلي عنده مباراتين بست نقاط ما فهمش هزار عشان يفوز بهم ويكمل المشوار يبقى محتاجين من الجمهور أن يكون متواجد خلف الجهاز الفني واللعابة يتفحهم للأمام يكون موجود معهم بشكل إيجابي رفع الحالة المعنوية مباراة الأولى طبعاً في برج العرب هتكون أول مباراة كارتيرون مع النادي الأهلي ووسط جمهور النادي الأهلي بالتأكيد في استهدى برج العرب مباراة الأفريقية دايماً حارفين بيبقى فيها جمهور فالحالة المعنوية والدفع المعنوية والصوت الجمهور مع الجهاز الفني واللعابين مهم جداً في البداية وزي ما قلنا يمكن المباراتين دول 6 نقاط بالنسبة للنادي الأهلي مهمين جداً والجمهور مطلوب منه أن يساند الجهاز واللعابة للمرحلة القادمة بشكل إيجابي ممكن تفوز مباراة وتتعادل مباراة يعني تبع عندك 4 نقاط وإن شاء الله بإذن الله الجميع بيسعى لل 6 نقاط عشان يتواجد في الصورة بشكل جيد لكن المهم بعد هذين المباراتين تفضل أو يفضل الدفع المعنوية من الجماهير للجهاز الفني واللعابين ما تقلش أو تنزل 1% لأن المشوار اللي بعد كده مهم ما ينفعش حتى بعد أولى المباريات أو مباراة تونشيب سواء في برج العرب أو في بتسوانا نبدأ نتكلم عن التشكيل أو الأداء أو الشكل أو الكلام ده كله إن شاء الله الجهاز هيسعى بشكل جيد جداً للمرحلة القادمة أن يوصل بالتوب فورم للفريق بشكل إيجابي هو عارف أن الست نقاط مهمين جداً بدليل أن حتى كابتن محمد يوسف هو خط تجارب زي دي كتير جداً وعارف أهمية المرحلة دي قال لك حتى منع التصريحات الإعلامية وغلق تام حوالين الفريق لمدة شهر لغاية مباراة العودة أمام تونشيب لأنه عارف أن المرحلة دي ما فيهاش هزار وهي اللي هتبنى عليها بشكل إيجابي للبداية الموسم والموسم كله إنك عدك بعد كده مباراة بطولة عربية وعندك انطلاق الدوري وعندك مطش في الترجي في تونس بعد مباراة تونشيب ومباشرةً بحوالي أسبوعين فعندك مباراة متتالية وعاتبني بشكل جيد والجهاز الفني لسه بيبدأ وأي جهاز فني لسه بيبدأ مع أي فريق في العالم بما يحتاج مساحة من الوقت إنه هو يبدأ يتعرف على العيبة ويبدأ يشوف طريقة اللعب والأداة والتشكيل وفي نفس الوقت يكون محتاج ثقة من الجمهور ده المطلوب في المرحلة القادمة مع الشغل الفني والشغل إداري الجمهور يكون له دور إيجابي جداً مع الجهاز الفني الكارتيرون أو الجهاز كله بلا استثناء ما بيفوتش أي حاجة داخل المعسكر في الاستريتشات في العلاج الطبيعي في التأهيل يمكن كل واحد ليه تخصص في جزئية معينة داخل المعسكر لكن الجهاز الفني أو الهيد كوتش بوجود كارتيرون على رأس القيادة الفنية يعني حطت إيده في كل هذه المسائل عشان يشوف كل صغيرة وكبيرة داخل المعسكر أو كل صغيرة وكبيرة داخل الفريق عشان يبني على ده في المرحلة القادمة فدور الجمهور هو الدعم بالنسبة لي الفترة القادمة قبل ما أروح لاختبارات قطاع الناشئين وانطلاق الاختبارات غدا بالنسبة لقطاع الناشئين